تقرير جديد لمعهد استوكولما الدولي لقضايا السلم في العالم جاء ليزيح السطار عن أكبر خمس دول مصدرة للسلاح في العالم وبقيت الولايات المتحدة على رأس القائمة تليها روسيا والصين وفرنسا وألمانيا حيث بلغت حصتها من إجمالي تجارة السلاح العالمية 74% في حين بلغت حصة كل من أمريكا وروسيا نحو 58% واللافت في الأمر أن الصين تخطت ألمانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم حيث وردت أسلحة إلى 35 دولة إلا أن نحو ثلثي صادراتها ذهب إلى أسواقها التقليدية في باكستان وميانمار وبانجلاديش بالإضافة إلى 18 دولة إفريقية من بينها نيجيريا واحتلت واشنطن الصدارة ب31% من إجمالي مبيعات الأسلحة في العالم في الفترة من 2010 إلى 2014 بينما احتلت روسيا المرتبة الثانية بحصة بلغت 27% عن الفترة ذاتها وأشار المعهد إلى أن واشنطن وردت أسلحة إلى 94 دولة بينها كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وأستراليا في الوقت الذي أصبحت صادرات الولايات المتحدة ضرورية للحفاظ على استمرارية مستويات إنتاج صناعة الأسلحة في وقت يجري تقليص الإنفاق العسكري الأمريكي هذا وتلقت الهند 70% من واردات أسلحتها من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل حيث وفرت الولايات المتحدة للهند طائرات حربية مضادة للغواصات كما تم توقع عقود العام الماضي لتزويد الهند بـ 22 مروحية هجومية زينب خرفاتي العربية